ازايكم وعملين ايه? اهلا بكم في فيديو جديد. دلوقتي احنا هنتعلم الدرسة التالت للبنات المبتدئة. احنا اول ما اشتغلنا فاول درسة اعلمنا ازاي نعمل العقدة البداية. وتعلمنا ازاي نعمل السلسلة. فاول درسة التعليم. والدرسة التانية اتعلمنا ازاي نعمل الغوزة المنزلقة. آآ غوزة الحشو. والدرسة التالت هنتعلم ازاي مع بعض نعمل الغوزة المنزلقة. دلوقتي احنا هنعمل عقدة البداية. هنعمل عقدة البداية. وهي اسمها بالانجلش سليب ستيتش. هنعمل عقدة البداية. بالشكل ده. احنا تعلمناها. وبعد كده هنعمل ست سلاسل. دلوقتي لو الشغل بتاعنا بيقول لي اعملي مثلا ست سلاسل او سبع سلاسل وقفليهم من منزلقة. ده احنا بنقفل بها الشغل. المنزلقة دي احنا بنقفل بها الشغل. او بنتنقل بها من مكان لمكان لو احنا في حاجة في ادنا بنشتغلها. هدخل كده في السلسلة دي. دخلنا كده في السلسلة. وهي اخد لفة خيط وهطلع. هطلع من دي. وهطلع من دي. كده احنا قفلنا الحلقة بتاعتنا. كده لو انا فيه الشغل ممكن اشتغله جواها. هشتغل جوا الحلقة ديت. دلوقتي احنا كنا بنعمل الحشو. غزط الحشو. كنا بندخل كده. بندخل كده. وبنسحب الخط كده. وبعد كده بنسحبه كده. دي الحشو. انما المنزلقة هندخل كده. في دي. وهنلف الخيط. ونطلع من دي. وهنطلع من دي. كده. دي الغوزة المنزلقة. واحنا قفلنا بها الحلقة كده. وتعالي نشوفها نعملها ازاي. هنتعلمها تاني. السلاسل بس كده علشان تبقى واضحة. اول حاجة هنتجاهل. اول سلسلة. دي لو انا بعمل محفظة. وعايزة مثلا ازاي النهاية بتاعتها. بعمل اخي وسط فيها منزلقة. بالشكل ده. هسيب اول سلسلة. وهدخل في الحلقة الخلفية. لحوف الفي. وهياخد لفة خيط وهطلع. وهطلع من دي كمان. دي اسمها المنزلقة. هدخل كده في السلسلة اللي بعدها. وهياخد صحبة خيط وهطلع من دي. وهطلع من دي. بقت عندنا بالشكل ده. هي قدت للسلسلة يعني مسافة بسيطة. هدخل كده. وهياخد لفة خيط. وهطلع. وهطلع من دي كمان. دي معينا الغوزة المنزلقة واسمها اسليب ستيتش. دي بقفل بيها الشغل. اي شغل بتقفل بالغوزة المنزلقة دي. هدخل كده. وهياخد لفة خيط وهطلع. وهطلع من دي كمان. بقت عندنا بالشكل ده. هدخل كده وهطلع من دي وهطلع من الحلقة دي كمان. سهلة قوي قوي قوي. اهي. بقت بالشكل ده. تعالوا نشوف ازاي بقى? هنعمل العمود. تمام? هنعمل العمود بلفة. احنا تعلمنا ازاي نعمل المنزلقة. نعملها تاني. وبعد كده نتعلم ازاي نعمل العمود بلفة. ندخل كده منزلقة ونسحب الخيط ونسحب الخيط من هنا كده. ندخل كده ونسحب الخيط ونسحبه من دي كمان. دي بنقفل بها الشغل. اي الشغل احنا بنخلصه لازم بنقفله بمنزلقة. هنخلي السلسلة زي ما احنا شايفين كده. وهنبدأ ازاي نعمل العمود بلفة. احنا زي العمود بلفة. اول حاجة انا هلف الخيط كده وهنزل في السلسلة. وهلف الخيط وهطلع. بالشكل ده. بقى عندي تلات حلقة اهم. هياخد لفة خيط وهطلع من حلقتين. ولفة خيط وهطلع من حلقتين. بالشكل ده. ده اسمه عمود بلفة. هنلف الخيط كده. وننزل في السلسلة اللي بعديه. وناخد لفة خيط. ونطلع تاني. هنلاقي تلات حلقات. هياخد لفة خيط وهطلع من حلقتين. ولفة خيط وهطلع من حلقتين. كده بقى عندي العمود بلفة. تاني. هلف الخيط كده. وهنزل في السلسلة اللي بعدها. وهياخد لفة خيط وهطلع. هلاقي تلات حلقات. هلف الخيط وهطلع من حلقتين. ولف الخيط وهطلع من حلقتين. كده بقى عندي العمود بلفة. تاني. هدخل في السلسلة اللي تحت. وهياخد لفة خيط وهطلع. هلاقي تلات حلقات. هلف الخيط وهطلع من حلقتين. ولف الخيط وهطلع من حلقتين. ده لو الشغل طلب مني اني انا اعمل عمود بلفة. هلف الخيط كده وهنزل في السلسلة اللي تحت وهعمل وهسحب الخيط كده. وهطلع. هلاقي تلات حلقات. هلف الخيط وهطلع من حلقتين. ولف الخيط وهطلع من حلقتين. بالشكل ده. كده بقى عندي العمود بلفة. طيب ازاي هنعمل النص عمود? هعلمكم كمان ازاي نعمل النص عمود. هسيب السلاسل كده زي ما هي. هسيب السلاسل كده زي ما هي. وهسيب اول سلسلة وتاني سلسلة وهدخل في التالتة. هلف الخيط كده. وهنزل في السلسلة التالتة. وهياخد لفة خيط وهطلع. هلاقي عندي تلات حلقات. احنا في العمود بلفة كنا بناخد لفة خيط ونطلع من حلقتين. فحلقتين. لأ نص عمود هلف الخيط وهطلع من التلات حلقات. كده بقى عندي نص عمود تاني. هلف الخيط كده. وهنزل في السلسلة اللي بعديها. وهياخد لفة خيط تاني كده. وهطلع. هلاقي عندي تلات حلقات. هياخد لفة خيط وهطلع من التلات حلقات. بالشكل ده. ده اسمه النص عمود لو الشغل طلب مننا ان انا اعمل في شغلي. نص عمود. هيلف الخيط كده. وهنزل في السلسلة اللي بعديها. وهياخد لفة خيط كده. وهطلع. هلاقي معي تلات حلقات. هلف الخيط وهطلع من التلات حلقات. كده. هلف الخيط كده. وهنزل. هياخد لفة خيط وهطلع. هلاقي تلات حلقات. هلف الخيط وهطلع من التلات حلقات. النص عمود احنا بنطلع اتنين في اتنين. لأ. النص عمود هنطلع التلاتة مع بعض. بالشكل ده. كده. وهياخد لفة خيط وهطلع. هلاقي تلات حلقات. هلف الخيط وهطلع من التلات حلقات. كده احنا اتعلننا المنزلقة. وتعلننا العمود بلفتين. ادي عندي السلسلة بتاعتنا اهي. هبدأ اسيب اول سلسلة وتاني سلسلة وهخش في التالتة. وهعمل عمود بلفتين. ازاي بتعمل عمود بلفتين. لو الشغل برضو بتاعي طلب منك اني انا اعمل عمود بلفتين. هلف الخيط كده. وهلف الخيط كده. ادي كده لفتين. وهدخل في تالت سلسلة. هدخل في تالت سلسلة وهسحب الخيط وهطلع. هلاقي عندي كم? اربع حلقات. هلف الخيط وهطلع من اتنين. ولف الخيط وهطلع من اتنين. وهلف الخيط وهطلع من اتنين. كده عندي عمود بلفتين. لو انا اشتغلت حاجة والشغل بتاعي طلب مني اني انا اعمل عمود بلفتين. هعمله زي العمود بلفتين. هلف الخيط كده. ادي لفة. وهلف الخيط كده. ادي التانية. ده بداية اي بنت عايزة تشتغل. هخش في السلسلة اللي تحت. وهسحب الخيط. هلاقي الحلقات عندي بالشكل ده. هلف الخيط كده وهطلع من حلقتين. وهلف الخيط كده وهطلع من حلقتين. ولف الخيط كده وهطلع من اخر حلقتين. ده اسمه عمود بلفتين. تاني ادي واحد ادي اتنين. هنزل في السلسلة اللي بعد كده. اللي بعديها على طول. وهسحب الخيط وهطلع. هلاقي عندي الحلقات كده. هلف الخيط وهطلع من حلقتين. ولف الخيط وهطلع من حلقتين. ولف الخيط وهطلع من حلقتين. تاني. ادي واحد. ادي اتنين. خدوا بالكو انا لفت الخيط ازاي. وهمسكهم كده بسبوعي. همسكهم كده علشان ما يطلعوش مني. همسكهم كده انا عندي واحدة. ودور اتنين. وهمسك الحلقات اللي انا لفتها كده. بالشكل ده. وهنزل في السلسلة اللي بعدها. وهلف الخيط كده. وهطلع. ولف الخيط كده. وهطلع من حلقتين. ولف الخيط كده تاني. وهطلع من الحلقتين التانين. وهلف الخيط كده. وهطلع من التلات حلقت. من الحلقتين. بالشكل ده. كده اصبح عندي عمود بلفتين بالشكل ده دلوقتي انا عايز اقولكم احنا عملنا ايه احنا اول حاجة عملنا المنزلقة وبعد كده عملت العمود بلفتين ده الدوس التالت لو أعجبكم الفيديو رصو لايك واشتركوا في القناة واستانواني في الفيديوهات التعليمية اللي بعد كده واشتركوا في القناة علشان اي حاجة بعملها انتو اول ناس تنزلوكم ترجمة نانسي قنقر